أوقفت سلطة الأمريكية متظاهرين مناغذين لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المهاجرين غير الشرعيين وذلك بتهمة عدم الإصغاء للتحذيرات والقيام بعصيان مدني وشهدت مدينة نيويورك ومينيا بوليس احتجاجات واسعة ضد سياسة النوافذ المحطمة التي يمارسها جهاز شرطة نيويورك وعمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين قادتها منظمات مدنية تناصر القضايا الإنسانية والمهاجرين